اعتراف سعودي للمرة الأولى بإجراء مباحثات مع إيران بهدف خفض التوتر في المنطقة الاعتراف السعودي جاء بعد شهر من عقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العاصمة العراقية بغداد في التاسع من أبريل الماضي تفضل المملكة إدارة المفاوضات والصفقات تحت الطاولة وفي الغرف المغلقة غير أن تسريب الجانب الإيراني لتلك المباحثات في حينه يبدو أنهما دفع الرياضة للإعلان عنه لاحقا بحسب التصريح الذي بثته وكالة رويترز عن مسؤول في خارجية السعودية تأمل الرياض نجاح المحادثات لكنها لا تبدو متفائلة كثيرا بخصوص ذلك تطالب السعودية تقديم طهران لأفعال حقيقية على الأرض قد يكون وقف هجمات الحوتيين على أراضيها إحدى النتائج التي قد تراها الرياض مشجعة لها للمضي في تلك المحادثات محادثات بغداد شاملت خالد الحميدان رئيس المخابرات السعودية وسعيد إيرافاني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تغير الخطاب السعودي تجاه طهران كان إحدى نتائج خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية إضافة لقرار إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة العلاقات مع السعودية بعد قرار واشنطن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية ردوا مباشرة على المبادرة السعودية بتصعيد هجماتهم في اليمن وداخل الأراضي السعودية فشل الرياض في وقف أو ردع العملية العسكرية بواسطة الطيران المسير أو الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي أو ميليشيات عراقية تابعة لطهران واستهداف مصالح اقتصادية حيوية سعودية يراه مراقبون أحد دوافع المباحثات السعودية الإيرانية ثم تم يقول إن الرياضة باتت تشعر أن الحرب في اليمن تمثل استنزافا كبيرا للمملكة من الناحيتين المادية والسياسية في ضوء تقديرات أن السعودية تكبدت ما يزيد عن 100 مليار دولار حتى الآن بسبب حرب اليمن استطاع الطهران جرى الرياضة لإجراء حوار في بغداد وآخر في دمشق وثالث في مسقط في عناوين تحمل رسائل مبطنة مفادها أن طهران هي من باتت اليوم مساحة التحرك السعودي في المنطقة وأنها تمتلك اليوم أدوات كثيرة لإيذاء المملكة التي تشعر بفداحة خسارتها لحلفائها في المنطقة والعالم وهي تسير مغمضة العينين خلف حليفها الإمارات